متبعاتنا مستمرة لكاب 27 والفعاليات المختلفة هنا في منطقة أجناح الدول وتحديدا في منطقة أو جناح منظمة الأمم المتحدة معي الآن ضيفي مصر أليساندرو فراكزاتي وهو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أليساندرو شكرا لوجودك معنا على قناة الأولى في أحدى فعليات المؤتمر الأكبر والأهم في تغير المناخي هل تعتقد أن المباحثات والمناقشات سوف نراها منفذة على الأرض الواقع خاصة أن عنوان هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ أولا وقبل كل شيء دعونا نقول أن هذا المؤتمر بالفعل أدى تأثيرا كبيرا لقد ساهم في عادة هيكلة وعادة اهتمام العالم بالتغير المناخي نحن كنا نفقد البوصلة حتى بعد اتفاقية باريس في عام 2015 كنا قد نفقد البوصلة نظرا بالعديد من الظروف والأزمات ومنها ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة وحدة مئوية والتكايف وتمويل من أجل التكايف ولكن في غلاسكو في العام الماضي حاولنا أن نعيد إلى المصار الصحيح ولكن هنا في مؤتمر شرم الشيخ بالفعل عدنا على المسار الصحيح ولا نمكننا لقاء لهم على حكومات لأنها تحاول أن تقلل تكلفة المعيشة خاصة في ظل التدخم ورغم وجود هناك بالتحديات ولكن بالفعل تهنينا لمصر أن تعيدنا إلى المسار الصحيح هنا في منطقة شرم الشيخ وأعتقد أن هذا المؤتمر رائع جدا التي شاركت في أكثر من 120 دولة ورئاسة هنا في المؤتمر وبعضهم سيعود أيضا في الأيام الأخيرة من المؤتمر لذا أعتقد أنه يركز في العالم بأكمله ونحن نحتاج هذا النوع من التركيز لأننا هناك الكثير من المعايير والإجراءات التي تؤثر على هذا التغير المناخي أقول أن حتى في الأمم المتحدة نعانينا في هذه الآونة من كثير من الظروف ولكن أقول أننا هنا في عملية التنفيذ نحن هنا من أجل التنفيذ أن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ لنرى الدول ونتمنى ونعتقد ونقنعهم بأنهم بحاجة أن يعرفوا أن هناك حاجة ملحة لا نريد كثير من الأزمات ولكن هذه حاجة ملحة وأزمة نحن بحاجة أن نمضي ونقول أن هذه أزمة وإلا ستكون هناك كارثة عالمية ربما لا يكون هناك عالمية سيد ألكساندر فيما يتعلق بهذه الإجراءات الكارثية أنها تحدث على مدر الوقت عندما تكون هذه المناقشات بحاجة إلى تنفيذ فعلية ربما يمكن تعجيلها وتأخرها ورما تكون هناك كارثية وبعض الأمور التي قد نواجهها كل هذا يحدث على مدر الوقت نعم أنت صحيح لا يمكن أن أقول أن هناك مؤتمر عالمي ولكن أقول أن الاهتمام الأزمات قد تزايدت بشكل متأذر هنا في مصر أنت تعرف أننا بعضكم من الزملاء هنا في المواطنين لقد رأيتم رأيتم الارتفاع البحار وحتى حدثت في ألكساندرية وهذا ربما قد يحدث مرة أخرى بعد سنوات وربما قد يحدث ربما مرتين عاما كل سنة حتى على السكان في القاهرة يرون حجم الأمطار أيضا هناك أنواع مختلفة من التغيرات المناخية هل ماذا أن هناك نرى في مناطق أخرى فيها الجفافة بذل حجم وأيضا فيضنات لم نرى من قبل نعم إنه حال الآن أن يمكن موجهة هذا حتى الآن في هذه الأظلق ما نقوله وما نود أن نتسعى إليه خاصة في الثلاثين الأخيرة السنوات الأخيرة كانت هناك درجة حرارة مرتفعة بدرجة كبيرة تحثون وتدفعون على العجالة في إجراءاتنا وواضح للجميع ليست مجرد نقاشات هنا ولكن هي عملية تنفيذ مخطط ومنفذ بشكل جيد نحن هنا هناك ثلاثة شيئة نحتاجه في تغير المناخية وهي التمويل التمويل لا يأتي بالرغبة ولكن لازم نقنعهم بأن هذا مهم للجميع هناك مجموعات تعاني ولا يمكن لديهم على سبيل المسألة الإقامة الكافية وماذا عن التكنولوجيا لابد أن نستثمر فيها ليست فقط للتخفيف ولكن أيضا في معاملات التحالية وأيضا إدارة النفايات وأيضا تقليل الكربون وأيضا بناء القدرات الحكومات تحتاج إلى بناء قدراتها للتنفيذ التزامتها كل هذا تمني كبير وأمل كبير نعم شرم الشيخ عودنا إلى المسار الصحيح ولا بد أن نريد أن نعود إلى المسار الصحيح ونستمر بقوة سعادة أن نرقاك مرة أخرى ونجي للتنفيذ على أرض الواقع شكرا لإنضمامك من هنا على قناة الأولى يعني كما رأينا ربما تحدثنا هنا مع الموثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فكرة وآلية التعامل مع التحديات المناخية وأيضا كنت أتحدث معه عن أن هذه الكوارث التي ذكرها التي ازدادت كثيرا في الأيام الماضية هل من الممكن أن تؤثر أو تؤخر فكرة التعامل مع التحديات المناخية بما أنها دائما متواجدة ولا تتوقف أبدا ولكن قال أن هذه الكوارث تزيد بالفعل وربما نحن الآن في وقت حرج وعلينا أن نتصرف سريعا وهو ما بالطبع يتوافق مع العنوان الرئيسي لهذه القمة كوب 27 موسيقى